تشرفت اليوم بتقديم أوراق الاعتماد إلى فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والتي شرفني بموجبها بهذا التكليف السيد الرئيس محمود عباس سفيرا لدولة فلسطين وقد نقلت تحيات السيد الرئيس محمود عباس للسيد الرئيس عبد المجيد تبون وتقدمت له ببالغ الشكر والتقدير على المواقف الثابتة التي عبر عنها والتي تعبر عن موقف القيادة الجزائرية والشعب الجزائري اتجاه القضية الفلسطينية وإنه لمن دواعي صروري حقيقة أن أستهل عملي في هذا البلد الجزائر بالتحضير والتجهيز لزيارة فخامة السيد الرئيس محمود عباس تلبية لدعوة كريمة من السيد الرئيس عبد المجيد تبون آملين في القريب العاجل أن تتحقق هذه الزيارة تعزيزا للعلاقات بل لا أريد أن أقول تعزيزا أو توطيدا أو تمتينا فإن العلاقات الفلسطينية الجزائرية تجاوزت هذه الحدود بل للحفاظ على هذه العلاقات وللتشاوري مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وإطلاعه على آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف بشأن انعقاد القمة العربية على أرض الجزائر إن شاء الله في مارس من العام المقبل والتعاون في كل المجالات بما يحقق المصلحة للقيادتين والشعبين الفلسطيني والجزائري